ألم يحب رسول الله زوجته؟ عليه أفضل الصلاة والسلام وبلا شك كان يطيب خاطرهن صلى الله عليه وسلم وكان يبدأ الدخول بالسلام عليهن وكان صلى الله عليه وآله يساعدهن حتى عملياً في الأعمال المنزلية ألم يكن عطوفاً رحيماً ودوداً محباً نعم فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب يمشي على الأرض أو حب يمشي في الكون الرسول أحب الجماد لما بعض الصحابة تشاؤمه من جبل أحد قال لا أحد جبل يحبنا ونحبه ده فين؟ في الجماد ما جاء في عالم الحيوانات شوف لما رد صغار يمام بعض الصحابة أخذ صغارها من العش وقال من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام أحب النبات حافظ على الثروة النبات يا شوف ما أقوله من قطع شجر أو صدر لغير حاجة صوب الله رأسه في قعر جهنم يعني الرسول أحب الحياة مجهد صورة اللي عند بعض الناس أن الرسول كان يلبس ملابس مرقعة وأن الرسول كان لا يجد الأكل وأن الرسول دي كلها صور مشوهة ودخيلة وموضوعة لكن لما نقرأ النهاردة امتنان الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الضحى ألا مجهدك يا تيمن فقاوة ووجدك ضلنا الفائدة ووجدك عائلا فأخنا معي حضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الحياة ورغب نعم المال الصالح للعبد الصالح خيركم من طال عمره حسن عمله المناسبات حتى المنقولة عن سيدنا إبريم وسيدنا إسماعيل حافظ عليها رسول الله شوف لما ربنا نزل عليه وإحنا في شهر رجب الأصم اللي هو أحد الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم اللي هو يعني على منهك سيدنا إبريم وإسماعيل فلا تصدموا فيهن أنفسكم يعني مناسبة لنشر الأمن والأمان في الأشهر الحرم رجب وزو القعدة وزو الحجة والمحرم موسيقى